اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم واتمنى لكم موافر الصحة والعافية كنت في حاجة دايما بتثير الاستغراب عندي بس تغرب ايه هو اني اشرح الحاجات وبعدين الاقي واحد بيسألني عن نفس الحاجة اللي بشرحها بمعنى يعني اشرح التردد الحراري في محاضرة بعدين يجي لي اسئلة ما هو التردد الحراري طب مانا شرحت المحاضرات دي طب احنا ما شوفنا هاش طيب اجي اشرح موضوع معين لدرجة ان انا كنت مثلا اكتب اقول ايه مثلا مثلا العنوان احطه في بوست على صفحة الفيسبوك الاقي سؤال تحتيه ما هو العنوان تحتيه على طول كنت بستغرب وبسأل هو الناس دي بتعمل كده ليه ما عليش انا اليومين دول مشغول هو الناس ليه بتتصرف كده يعني عشان مظلمش الناس يمكن الناس معاهم حق وانا ما عاييش حق ان انا تدايق وما عاييش حق ان انا انتقد فبالتالي اصلح نفسي يعني انا بشوف علشان انا عايزة بقى شخص كويس ومحترم فعايزة اصلح نفسي لو انا غلطا فبسأل ليه الناس بتعمل كده ليه الناس بتسألني في كل الحاجات اللي انا اتكلمت فيه انا شرحت فيديو عن الحزام الاقي ناس بتسألني سؤال عن الحزام قلبس حزام طبي قلبس رقبة طب ما انا شرحت بالتفصيل ما احنا ما شوفناش ما روحناش نشوف عامل كتاب على الانترنت يعني تقدر تكتب كتاب الدكتور محمد يوسري اعمل سيرش على جوجل زي ما بتدور على اي فيلم ولا مسلسل تتفرج عليه حيجيلك الكتاب تقرأ ببلاش محاضرة الدكتور محمد يوسري عايز تسألني ما هو التردد الحراري بدل ما تسألني اعمل سيرش زي ما بتدور على المسلسل فانا كنت بستغرب ليه وليه انا عمل اشرح لكل الناس مين يعمل جراحة ومين ما يعملش جراحة مين يعمل جراحة ومين يعمل حقا وتردد ورغم كده المرضى بتبعتلي الرانين وتسألني اعمل جراحة ولا ما اعملش جراحة رغم ان انا كل يوم بشرح بقالي عشرين سنة والناس بتسأل نفس السؤال تمام وما هو عذرهم لما تيجي تتكلم تلاقي واحد بيقولك معلش يا دكتور ما شفوش والله ما شفت ده انا شفت لك محاضرات كتير بس ما شفتش دي ليه لانك ما دورتش على دي طيب انا برضو عملا تسأل ليه الناس بتعمل كده ليه ليه هو ما دورش على الحاجة مش هيتعب ولا حاجة ده هيكتب السؤال بتاعه الدكتور محمد يوسري قال ايه عن الحزام دكتور محمد يوسري قال ايه عن غضروف الرجبة قال ايه كل ده لغاية لما رحت احد المصالح الحكومية رحت احد المصالح الحكومية في مصر الموظفة قعدة ست مسكينة تمام بيخش المكان اللي هي فيه تقريبا متين او تلتميت واحد كل يوم والمتين تلتميت واحد بيخشوا يسألوا هو انتوا عايزين ايه الورقة ايه الاوراق اللي انا احضرها عشان تقضولي مصلحتي فمكتوب ورقة مطبوعة علشان التلتميت واحد هيسألوا الست فلو تلتميت واحد سألوا شخص زي ما خمسميت واحد كل يوم بيسألني ولو ما جاوبتش يشتمني هتخشوا عالتعليقات كده عالفيسبوك وعاليوتيوب تلاقوا الناس كانت بقي ليش ما ترد يا دكتور ليش تتجاهلنا يا دكتور ليش انت مغرور يا دكتور وهم ما تخيلوش ان هم خمسميت ستميت واحد وان اللي انت سألته انا جاوبته قبل كده فارجوك دور عليه تمام وليش ما ترد عايز رده وكل واحد عايزني انا شخصيا اقعد معاه الست الموظفة المسكينة كتبين الاوراق المطلوبة كذا 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 فبالتالي المفروض ان حضرتك لما تروح تقرأ ايه الاوراق المطلوبة لو الاوراق المطلوبة معاك تقف في الطبور ما تتكلمش تروح للموظفة المسكينة دي تديها الاوراق المطلوبة هي تخلص لك اجراءاتك وتديك الحاجة بتاعتك كويس هم كتبين ده عشان حضرتك تقرأها وتحضره وتجهزه ولو انت معكش الاوراق دي تروح البيت تحضر ورقك وتيجي يوم تاني بورقك متحضر ليه كتبين الورقة عشان حضرتك تقرأها وما تتكلمش مع الموظفة المسكينة اللي مش ممكن تكلم تلتمية واحد لانها لو كلمت تلتمية واحد صحيا هتتدمر صحيا تماما ومش هتعرف تعمل شغلها اللي هو يفيد حضرتك زي ما انت لو سألني 500 واحد كل يوم وانا جاوبت كل واحد لا هعرف اروح المستشفى ولا هعرف اكشف على الناس ولا هعرف اجاوب على 500 واحد حتى لو قعدت في البيت فليش ما ترد يا دكتور ما تزعلش صح لان انا رديت قبل كده انت بس محتاج تدور ورغم ان الكلام مكتوب تمام تلاقي اسئلة سخيفة ومكررة للموظفة المسكينة اللي هي بتشوف شغله مطلوب صور بخلفية بيضاء دي محتاجة سؤال صورة متصور خلفية بيضاء بعد ما هي راي يروح طب معايا خلفية لبني تنفع يعني فهم حسب يالله نعمل وكي انا بقول نيابة عن الموظفة المسكينة اللي انا شفتها يعني هما تدين لك بخلفية بيضاء انت اخترعت سؤال جديد طب ينفع بخلفية حمراء طب ينفع باقي يعني فهم ولو محدش رد عليك اه ادعي واشتن بقى ويا ربي اخوضهم شتائم تمام الورق المطلوب اللي فيه لاكتر من كده مطلوب صور بخلفية بيضاء هو حضرتك اكيد بخلفية بيضاء عشان انا معايا بخلفية بيضاء اخترع سؤال جديده ولما تيجي تكلمه وقالت بستفسر بستفهم هو السؤال حرم هو انتم مش عايزين تتكلمه خالص اه سؤال حرم والناس مش عايزة تتكلم عشان تشوف شغلها عشان تخدم حضرتك فهد تفكر ليه العرب كده ليه العرب كده دول العرب هم اللي بيعملوا كده تكتب لهم ورقة ما يقرهاش ويسألك اعمل ايه ما انا كاتب لك تعمل ايه تمام لا يقراها ويفهمها وبرضو يسألك يقول لك بستفهم والسؤال حرم اي كده ليه العرب بيعملوا كده اعدت افكر يعني انا اعدت افكر طب هو بيعمل كده ليه هو بيعمل كده لانه بطبعه هو شخص اناني ومستغل ليه اناني ما فكرش في اللي قدامه ما فكرش في الدكتور اللي قدامه ما فكرش في الموظفة اللي قدامه لو فكر فيها دقيقة واحدة هتصعد عليه وحيرحمها لكن هو يفكر فيها ليه هو اناني فبيفكر في اللي هو عايز يقوله واللي هو عايز يسأله ومش عايز يتعفى حاجة استغلالي ليه؟ طب انا بسألها ما تتحب ما ترهق مش ده شغلها لا مش شغلها على فكرة نهاية ولا شغلانة الدكتور يقعد يتجاوب على الاستفسارات ولا شغلانة الموظفة يتجاوب على الاستفسارات هي شغلتها هي بتعمله فهو أناني مفكرش في الشخص اللي قدامه أنا تعبان أنا مريض أنا أناني بقى ما ينفعش أفكر في الدكتور ده يموت يتحرق ما فكرش في الممرضة ما فكرش في الرجل اللي معايا في المواصلة أنا مريض أنا بفكر في نفس أنا مريض هو برضو أنا جاي يعمل حاجتي مش مهم الموظفة تعملي الحاجة وتموت بعد كده مش مهم يفقدها أهلا فأول حاجة نؤلاني تاني حاجة استغلالي يعني استغلالي أنا كل ما حلاقي حاجة مجانا هاخدها مش هتعب ووفرها دي مجانا هاخدها من اللي قدامي تخيل بقى لو كل سؤال أنت بتسأله للموظفة هياخده عليك فلوس جنيه يعني لما تيجي تسأل الموظفة الصورة بخلفية بيضة يسحبوا من الحساب بتاعك في البنك جنيه كل ما تيجي تسأل سؤال ما هو ليه بيسحب من حسابك لأنه كاتب لك الإجابات أنت بتسأل غلاسة أنت بتسأل زيادة عشان تستفع عشان تستفسر عشان تتأكد تمام؟ حتبص تلاقي نفسك بقى عشان أنت مستغل فحتبص تلاقي نفسك إيه لا ده أنا حقرة كويس وحفهم كويس ومش هفتح بقي ليه؟ لأن أنا أناني بفكر في نفسي وأنا استغلالي فمدام هم قفلوا علي سكة الاستغلال أن هو مجانا هياخدوا مني فلوسه أنا مش هسأل تمام؟ تخيل بقى لو كل سؤال حضرتك بتسألوني بيسحبوا من حسابك في البنك جنيه يدهوني هتلاقي نفسك بتعمل إيه؟ بتدور أنا عايزة أسأل الدكتور محمد عن التردد الحراري بس لو سألته هياخدوا مني جنيه طب ما أنا أدور على التردد الحراري والدكتور محمد تمام؟ طب أنا عايزة أسأل الدكتور محمد أعمل عملية ولا ما أعملش عملية تمام؟ لا ده هياخدوا مني لو سألته أول مكتب السؤال هياخدوا مني فلوس لا يبقى أنا أدور ما هو الدكتور محمد قال قبل كده أدور بقى أعمل عملية ولا لا أمين اللي بيعمل عملية أدور فهم قصدي إزاي؟ طيب حلاقي شخصي جاي يقول لي طب ما تساعده يا دكتور قول له يعني ما أنا بساعدك بالفيديو ده أعمل عشان أساعدك روح دور سرش اعمل بحث على اليوتيوب محاضرة الدكتور محمد يوسري عن التردد الحراري عن مشاكل التردد الحراري عن نسب النجاح بدل ما تسألني نسب النجاح دور تمام؟ لكن أنت بتسأل ليه؟ ببلاش ما الدكتور ما نجاوب تمام؟ والشخص بقى اللي هو هيقول لك منك لله يا دكتور حسب يا الله ونعمل وكيل جاوب على المرضى مرضى غلابة مرضى مساكين يا رب الألم اللي فيهم ييجي فيك يا دكتور بيجيني رسائل كده يدي علي يا رب الألم اللي فيهم ييجي فيك ليه؟ لأني أنا لو أنا تعبان ومريض وما جاوبتش على واحد بيجتمني بيدي علي وأنا اللي مريض أنا تعبان أنتوا عارفين لما بسافر أمريكا السفر أمريكا بيبقى خمس ساعات وبعدين ترانزيت وبعدين التليفون بيتقفل تقريبا ما ببقاش على اتصال بالإنترنت لمدة 18 ساعة 24 ساعة أول ما افتح التليفون عارفين كمية المرضى اللي ابتدي علي اللي هما في الأول يقول لك يا دكتور ده احنا بنشوف محاضراتك ده أنت مش عارف إيه أول ما تفتح ما نقفل التليفون 24 ساعة طاير في الهوى لازم سواء وأنا رايح أمريكا أو وأنا راجع من أمريكا أفتح ألاقي مثلا الرسائل وصلت الرسائل واحد بعات لي رسالة فات خمس ساعات ولا ثلاث ساعات ما جاوبتش عليه شتيمة ودعوة ويدي عليك وكل الكلام طب أنت ما فكرتش الدكتور ده ظروفه عاملة إزاي هو فين عشان يجاوب عليه ما فكرتش تروح تدور بدل ما أنت قاعد مستني كده دكتور أطعف الروباط الصليبي ها دكتور أنا قاعد مستني قولي أطعف الروباط الصليبي ها يا دكتور وتلاقي واحد بقى 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 بيغنوا ويردوا على بعض واحد بقى بيكلموا يقولوا إيه أنا كمان عندي أطعف الروباط الصليبي هو الدكتور رد عليك لا والله الدكتور ما ردش علي يا دكتور ليش ما ترد يا دكتور أنتوا إيه أنتوا إيه 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 الإجابة موجودة وكل حاجة موجودة ليه ليه كده ليه تعملوا كده ليه يبقى الموضوع استغلالي بالشكل ده تمام هتلاقوا ده كاترة ترسلوهم يرد عليك على طول هو عنده موظفين قاعدين بيجاوبه طب انت ليه دكتور محمد ما تعملش كده ما تجيب الناس دي تجاوب اوه يا حبيبي ما هو الناس دي هتاخد مرتبات من فلوس حضرتك هو مقاعد ناس تقتنسك اول من انت تسأل سؤال هبا ابعت الاشاعة اه سوف نقوم هنعمل لك تحفيز اعصابه وشفت عفريته ونعمل لك ونعمل لك ونعمل لك ده بيزنس ده شغل بيزنس انا شغلي مش بيزنس انت عندك سؤال دور على اجابته مش هريحك مش هتتعامل معايا بلاش انا مش عامل الموضوع بيزنس انا مش عايز زبايد فهمت قصدي لكن الدكتور اللي هو يريحك ايه تسأل يجاوبك اجابة طب منا ممكن انت تبعتلي انا اعمل سيرش اقول لك ابص الفيديو كتير قوي ناس بعملهم كده بس بعملهم كده من باب انه هو ما يصحش ياخد ترهقني وتخلييني ادور لك على الفيديو واجبهولك دور انت دور انت عشان تستفيد انت اللي هتستفيد هتقول لي ما انت هتستفيد يا دكتور ما انا حاجي اتعالج عندك وديك فلوس منشكل يا حبي بيخلي فايدتك لنفسك مش عايز مش مش عايز لان انا مش محتاج فلوس لا انا بشتغل عشان اعيش وعشان اتكفل بأسرتي لكن انا مش عامل القصة دي بيزنس ان انا اعود اشرح لك عشان انت تجي لي فهمتني فلو انت فاكر ان انا بعملها بيزنس عشان دي دعاية المحاضرات دي لا انا نفس اغير نفس اغير المجتمع نفس اغير افكارك نفس بلدي تبقى محترمة الناس اللي بلدي يبقوا محترمين فهو مش بيزنس فانا مش هريحك مش همش هجاوبك دور على الاجابة بنفسك تمام عايزة روح للدكتور اللي بيريحك روح للدكتور اللي بيريحك ما هو بيريحك بفلوسك انت ما انا ممكن اوظف دكاترا وازود بقى قيمة الحاجة على حضرتك صح فارجوكم كل واحد زي ما بيفكر في نفسه ويفكر في التانية بلاش الانانية بلاش الاستغلال تمام الاستغلال ليه اشكال كتير جدا 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 وبتزاز العواطف ليه اشكال كتير جدا جدا ابتزاز العواطف يعني انا مريض جاوبوني حلو اوى عارف كم واحد كل يوم بيقول انا مريض ويعمل كده وجاوبوني خمسمائة واحد يوميا فانا مش هعرف اجاوب مش هعرف محدش يزعل مني محدش يزعل مني لازم نقف مع نفسنا اللي خلانا افكر الكلام ده اني انا حسيت ان انا بتجنع الناس وبظلم الناس فعايز اغير نفسي لما جيت اغير نفسي وفكر في الحاجة لقيت الناس هم اللي المفروض نفهمهم ايه الموضوع عشان يتغيروا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته